تيجي تقول لي الحمد لله أنا ما بتبحش أليها أخرى لا أي واحد تحب أكتر من الله صار هو إلهك ثلاث حاجات عملهم المسيح يسوع على الصليب أولا قدم نفسه قربانا قربانا يعنيه؟ قربان أصل الكلمة جات قربة قربان زي كلمة قراءة قرآن قربة قربان فكلمة قربان لكي يقربنا إلى الآب لكي يصلحنا مع الآب يبقى إذن هنا قدم نفسه خلى الآب يشق حجاب الهيكل ويصلح معنا وإسقد تبررنا بالإيمان صار لنا سلام يعني مصالحة مع الله بربنا يسوع المسيح نمرة اتنين زبيحة لله مش يعني صلحنا مع الآب بس وما ليه؟ دفع التمن لأن أجرة الخطيئة موت فكان لابد أن يدرح ويموت دفع التمن لله يبقى صلحنا مع الله ودفع التمن دفع التمن وصارت حياته كلها على الأرض رائحة طيبة زي ما قال بولس الرسول لتكن لكم رائحة المسيح ده حياة المسيح اللي احنا قبلناها وده اللي أماننا بيه تعالوا بقى لشخصيتنا احنا بنسكن في جسد اسمه جسد الخطيئة ومازال موجود أنا حتى بعد ما اعتمدت وبعد ما تولد فيي الإنسان الجديد الإنسان العتيق فيي مازال موجود وده السبب اللي خلى بولس يقول أخمع جسدي وأستعبده الإنسان العتيق هيصور على الإنسان الجديد اللي فيه هيصور بإيه أما الزنان ولما أقول الزنان الزنان الروحي والزنان الجسدي المادي الزنان إن الإنسان يتبع آلهة أخرى تيجي تقولي الحمد لله أنا ما باتبعش آلهة أخرى لا أي واحد تحبه أكتر من الله صار هو إلهك لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد السيدين إما الله والمال الجري وراء المال أكتر من الجري وراء ربنا ده نوع من الزنان الروحي البطن وناس كثيرون ألهتهم بطونهم اللي بيجروا وراء البطن والأكل المادي والترابي الزات اللي هي الأنا يبقى إذن هنا لما نسميه زنان الروحي أما زنان الجسدي مع حد ما هوش ملكك ما هوش ليك ليه مسؤولين إن كان الأب والأم أو إن كان الزوج عشان كده هنا بيسميها كل زنان كل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم ترجمة نانسي قنقر